الاخباب ومشاركة النادي الاهلي ولكن في الكرة الطايرة احنا دايما عندنا في كل قطاعات النادي كرة قدم، كرة سلة، كرة طايرة، كرة يد كله بيشارك في بطولات عالم النادي الاهلي الحمد لله المؤسسة الرياضية الوحيدة في مصر اللي بتمثل البلد في كافة المشاركات والمسابقات الدولية ادينا هو بنشارك في فيفا انتر كونتينلتا البطولة دولية للاتحاد الدولي فريد طايرة انبارح لعب مباراة الافتتاح مع الفريد البرازيلي وكيسبو 3-1 وده انتصار عظيم جدا لما تكسب فريد برازيلي على ارضه ووسط جمهوره في بطولة عالم ده شيء كبير وشيء عظيم في الظل ان الاتحاد الدولي للقرة طايرة فترة تبيرة جدا ما كانش دايما بيعمل مشاركات للفرعة الافريقية في الظل ان دايك الفرعة الافريقية بتبقى ضعيفة فتكسب بطل البرازيلي النهاردة ما وفقوش كانوا بيلعبوا مع فريق فهلاد سيرجاني الايراني خسروا 3-1 ولكن بنشد من ازرهم فرقة طايرة ان شاء الله في المباراة الثالثة يقدر يعوض ويكمل ان شاء الله في مشوار البطولة يمكن طايرة الافازت امس على فريق برايا كلاب البرازيلي 3-1 لكن النهاردة كان فيه مباراة مع فريق سيرجاني الايراني واخسرنا 3-1 لسه فيه مباراة الثالثة في اطار مباراة المجموع عموما دي كانت اطلالة سريعة كده بقربكم شوية من الاحداث والتفاصيل والكواليس فيه موضوعات مهمة جدا النهاردة